ادريكم صوريها وتعاين اعمل التركات والحركات بجيب مopping永vet من عند البعطار او البقل اللي جنبي وهشطفو كويس وبعد ما اشطفو حاطو له نص لتر مية واسيبوا تمن ساعات اتناصر ساعة تاني نقول تاني بجيب مقدونło جدا جدا بعد كده بدي له نص كيلو من المية واسيبو لمدة تمن ساعات اتناصر ساعة ليلة كاملة سيبهم في التلاجة بعد كده عام حسنة تعالين اعلّق التعربة معلقتين من السامنة كبار بصلتين أكون بشراهم ومع علاقة سلسة كبيرة والميت جرام الفريك اللي أنا نقحته ده صفيم المية وأضيفه وأحواره وأتبله ملح وفلفل ومكعب مرأ وأديله لتر ومية سخنة بتغلي أقول تاني بجيب ميت جرام الفريك أشطفه بعد ما أشطفه أنقعف مية لمدة 12 ساعة بعد كده تعلم أنعلق على الشربة بحط معلقتين سمنة بصلتين أكون بشراهم مع علاقة سلسة كبيرة ميت جرام الفريك دوت أحواره كويس أتبله ملح وفلفل ومكعب مرأ وأديله لتر ومية سخنة بتغلي وأسيبه تلاتين ديابعة تلاتين ديابعة تلاتين ديابعة نقدمه بالحركات والتكات تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الأكبر إيه أول خطوة قادي الفريك عندي هوك بجيب ميت جرام فريك بس الميت جرام فريك دولا مايعملولي شربة تقضي خمس ستة أفراد بالزبط يعني خمس ستة أفراد أقمس ستة أفراد أجيبه أول حاجة أشطفه بعده ما أشطفه أصفيه من المية ونقعه في مية لمدة 12 ساعة أطلع منه الأتربة اللي فيه الأول قبل النقع كويس كده قدامك هوك وبعد كده أصفيه وأتأكد إنه فيش فيه أتربة خالص بعد كده عم حسن بنقعه في نصف لتر ومية لمدة 12 ساعة تمام جدا كده قدامك هوك في التلاجة أو في المطبخ بصي بعد 12 ساعة قدامك هوك بعد 12 ساعة وصل لده كده أدي اللي أنا نقعته دلوقتي بعد ما شطفته 12 ساعة قدامك تضاعف حجمه وافتحه وبيضه وبقى زي الفل قدامك هوك تعالي بقى نشوف بقى هنعلق عليه إزاي أدي معلقتين السمنة نحطهم عندي وأدحهم واحدة واحدة كده معاكي خطواتك مشي معاكي واحدة واحدة عشان نعمل أحلى شربة فريك في الدنيا أقضح السمنة بتاعتي أدي البصلتين بتوعي اللي أنا بشرهم بصل مبشور أخليه شفاف خالص خدي بالك بقى تركيا أنا حطت معلقة السلسة ليه يا عم حسن عشان أخلي الشربة بتاعي لونها روز تقدري تشيري معلقة السلسة أنا السلسة محطوطة عشان اللون بتاع الشربة يبقى روز عايزاها تبقى بلون الفريك شيري معلقة السلسة خدي بالك من التركيا دي واحدة واحدة كده مع بعض دبليها كويس بعد ما دبلتها كويس كده بقت شفافة البصلاية أروح جاية أمديها معلقة السلسة واتفقنا معلقة السلسة موجودة عشان اللون يبقى روز أحورها عشان أطلع المادة الحفزة اللي جواها والملوحة اللي جواها بعد كده عم حسن هعمل ايه أروح جاية أمديها مكعب مرأ عشان أبدأ أديها المياه السخنة اللي بتقري قادي المكعب المرأ وادة عندي شوية من الملخ وشوية من الفلفل خطواتك كده ماشية معاك واحدة واحدة كده وحوروا كويس جدا في معلقتين سمنة مع بصلتين مبشورين مع معلقة سلسة مع مكعب مرأ وبعد كده عم حسن أروح جاية واخدك كلام ده كله عشان ايه أصفيه بعد اتناشر ساعة عندي أصفيه كويس واتأكد انه أتضعف حجمه كويس جدا جدا عندك اهو يا جماله حركاته أتكاته أصفيه خالص ملمية بعد ما صفيته ملمية خالص هاخده وارروح فين على الخلطة بتاعت دي وارروح جاية يا عم حسني من الزلة بقيته كده كله عندك واتفقنا المية جرام من الفريج ده يعمل لك شربة لستة أفراد خمس أفراد واحدة واحدة أحوره بقى خلي بالك التركة يعني ايه أحوره أسويه كويس قوي في البصلاية ومعلاقة السلطة ومكعب المرأ وشوية ملح وشوية فلفل ومعلاقتين سمنة مش أكتر من كده مش أكتر من كده خطواتك كده قدامك اهو يا جماله حركاته أتكاته وبعد كده عم حسن أنزل عليه المية السخنة اللي بتغلي وازبطه واسيبه قد ايه اسيبه خمسة وعشرين ديئة عشرين ديئة يكون استوى عندي أرجح هنا جيب ايه المية السخنة بتاعتي زي ما انتشاف كده بتفاصيلك قدامك اهو واحدة واحدة واروح جاية حط المية بتاعتي واسيبها عليه لتر من المية السخنة يا جماله يا حركاته يا تكاته كل التفاصيل كده قدامك اهو واتفقنا اللتر اللي انا معلقة السلسة اللي انا حطتها عشان اللون بتاعها يبقى روزة قدامك اهو تقدر تشيل معلقة السلسة اللون ده خلاص مش موجود خدي بالك كل حاجة الحاجة اسيبها خمسة وعشرين ديئة عشرين ديئة يا جماله يا حركاته يا تكاته تعالى فتح